أشهر أربع زباين بيدخلوا مطعمك في رمضان نبدأ بالزبون البرنس اللي جاي انبسط ومش عايز حد يعاكن عليه ده بقى تلاقيه داخل عليك من الباب ووشه بيدحك ومصوه وجاي كده ومبتسم ابتسامة حقيقية هو جاي لك عشان ينبسط وعايز يقضي عندك تجربة حلوة بالله عليك متعاكن عليه ده أصلا فرصة ليك إنك تطلعه زبون سعيد بكل سهولة لإن ده يا باشا بقى كتاب مفتوح بين إيديك كل اللي محتاجه منك خدمة حلوة وأكلة حلوة وأجواء رمضانية حقيقية وعلى العكس بقى الزبون اللي جاي وروحه في مناخيره ومش طايق كلمة من حد هتلاقيه بقى بيتلكك على أي مشكلة لو سألته الحجز باسم مين يقولك مش عارف وعايز أقعد بسرعة طب يا فندم رقم الحجز يقولك بقى هو فيه إيه هو أنا حجز في رحلة طيران ده بقى باشا تستخدم معاه استراتيجية ضبط النفس لأقصى درجة وتاخدها تحدي إنك ما توصلوش لأي غلطة يخلق منها مشكلة ولو حصل ولقى غلطة اسمه مثلا مكتوب غلط أو المكان اللي هيقعد فيه مش عاجبه على طول تحاول تحل المشكلة بكل زكاء وأدب ما تدلوش أبدا فرصة يتلكك طالما ما بيغلطش بس عارف الزبون ده بقى بعد ما بيفطر لو الأكل كان جامد وانت مطبق أقصى درجات ضبط النفس معاه هتلاقيه بقى جاي يقولك أنا ياسف معلش أنا مكتش في المود أول ما جيت أنت زوءك وأدبك معاه اللي خلاه يحس إنه هو غلطاء وفي زبون بقى جايلك وهو عنده رغبات مكبوتة وهو عارف إنه مش من حقه يطلبها زي كده اللي نفسه في أكله مش موجودة على البوفيه طفلة مثلا بتعايت نفسها في عروسة صغيرة أنت معلقها ديكور برضو دي فرصة كبيرة ليك إنك تعمل زبون سعيد ولاقه كبير لمطعمك ويطلع يتكلم عنك هنا بقى نيجي للزبون الليدر القائد يعني داخل عليك وقت الفطار ومعه مجموعة من صحابه أو قريبه وهو بقى اللي بيديل القاعدة ده بقى تركز معاه جامد وتعايشه دور الملك قدامه مفيش حتى مشكلة إنك تحسسه إن المطعم ده بتاعه فيه بقى الزبون اللي جايلك علشان نفسك وهو أصلا مقلق منك وخايف لحتى النفس عندك يطلع بفلوس ده هو أصلا يعني محوش لك إرشين قبل ما ييجي ده بقى أنت لازم تفكه أول ما يدخل من الباب ترحب بيه وتوجهه وتتكلم معاه وتساعده هتلاقيه بقى فك واحدة واحدة وأخذ عليه قلولي بقى في الكومتز أنتو مين في الزباين دول أنا يونس ودي عيادة المطاعم في رمضان